أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن المركز الوطني للمختبرات بأفرعه المختلفة الزراعية والحيوانية والسماكية في هورة عالي يعتبر أحد الركائز المهمة في مجال صناعة الأقذية وسلامتها وأشدد لوزير المبارك على أن الوزارة تتعمل حاليا على تأهيل كوادر وطنية للنهوض بعمل المختبرات وفق أهل المعايير الدولية مؤكدا أن وجود مركز مختبري في المجال الزراعي والحيواني سيسهم في تمكين تشخيص الأمراض سواء الزراعية أو الحيوانية والتأكد من فعلية برامج التحصين وإجراء الأبحاث العلمية والدراسات الميدانية والمختبرية إلى جانب التعاون مع المؤسسات الدولية لتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال جاء ذلك خلال زيارة تفقدية إلى المركز الوطني للمختبرات الزراعية بهورة عالي حيث طلع الوزير على شرح تفصيلي عن أقسام المختبرات التخصصية والنوعية بالمركز وأكد وزير شؤون البلديات والزراعة على أن المختبرات الزراعية ستعمل على توفير أفضل الخدمات للمزارعين والمربيل وإيجاد الحلول المناسبة بما يضمن سلامة منتجاتهم وتحسين نوعيتها إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة ترجمة نانسي قنقر